بسم الله الرحمن الرحيم هنستعرض في هذا الفيديو صفحة الادمن وشو بكون موجود فيها اول ما ندخل بحساب الادمن والباسورد طبعته زي ما احنا شايفين فتحت ان صفحة الادمن فيهن عنا هان على اليسار بتحكم الادمن خلالهم وهان عنا احصائيات لعدد الطلب الموجودين في النظام وعدد المجموعات وعدد الطلاب المنضمين لفرق وعدد المشرفين برضو هن في القسم هات في عنا احصائيات حول التخصص حسب التخصص تطوير برامجيات كم طالب فيه علم الحسوب وهكذا وايضا في عنا هن على اليسار بقدم لي كمان احصائية حسب نوع المشروع اللي هو موقع ويب او تطبيق اندرويد وكم طالب حسب نوع المشروع هن عندنا في الاسفل قسم لتسجيل المستخدم شكل يدوي بحيث انه لو كان اسمه مش موجود في ملف الاكسل اللي بيرتفع بالطريقة الطبيعية فبيقدر الادمن يستدرك هن بعبي بياناته هن بحدد دوره هل بدو يا طالب او مدرس او ادمن وعنا هن الجزئية اللي بنرفع من خلالها ملف الاكسل وبنعمل ارسال فبيتم ارسالة ملات لجميع الاسماء اللي موجودة في ملف الاكسل عنا هن اعدادات النظام اعدادات النظام بتمكن الادمن من انه يحدد العدد الاقصى لعضاء الفريق مثلا هن وهن العدد الادنى وهن بحدد عدد المجموعات للمشرف الواحد وقديش باستطاعت انه ياخد وفي عنا هن نوع المشروع بيقدر انه يعدل او يحذف او يضيف نوع مشروع جديد مستحدث كان مثلا وعنا هن التخصصات بحيث لو تم فتح تخصصي جديد في الكلية بينضاف هن بكل سهولة بيانات الطلبة بيعرض لي جميع الطلبة الموجودين في السيستم اسمعهم الاميلات ارقام الموبايلات والتخصص وهل هو في مجموعة او لا وبنقدر ان استعرضهم كله يتم وهن بنقدر مثلا نعدد او نعدل على بيانات طالب معين وكمان بنقدر من خلال مربع البحث نبحث عن التخصصات معينة او طلاب منضمين لفريق او لا وهكذا بيانات المشرفين بيعرض لي جميع المشرفين الموجودين عندي في السيستم اللي هم موجودين هدول مثلا بدي اعرض مجموعات اي مشرف باضغط على المجموعات بيعرض لي المجموعات الموجودة عند المشرف مثلا هذا المشرف عنده ثلاث مجموعات بيعرض البيانات المجموعة ارقام الجمعية للطلاب اسمائهم الاقسام الموبايلات البريد وكذلك بيانات عن المشروع وبيانات عن المشرف نفسه وبيقدر اتنقل بين مجموعاته بكل سهولة وايضا فيه عندنا زر تعديل نعدل على بيانات المشرف نفسه وفيه عندنا زر ترقية وتخفيض مثلا بدي اخلي هذا المشرف ادمن باضغط على ترقية بيصير ادمن بارجع تاني مثلا تخفيض ببط الادمن وعندنا هانا زر الحذف وكذلك هان مربع البحث اخر شي موجود عندنا بيانات المجموعات عندنا هان بيانات للمجموعات اسم قاد الفريق للمجموعة واسم المشرف تبعهم وعنوان المشروع وشكل المشروع وبدنا نعمل مثلا بدنا مزيد من المعلومات بنضغط على عرض المزيد بيجيله بالتفصيل نرقام الجامعية اسم الطالب والموبايلات والاقسام وداية هو كمان بدي اضيف اعضائي للفريق الادمن بيقدر اضيف او يغير المشرف بيقدر برضو يغيره وشك 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 وشك